مشاهدين الكرام أرحب بضيفي الإعلامي يوسف تازير رئيس المنظمة الوطنية لصحفين رياضيين أهلا بك يوسف مساء الخير عمار مساء خير مجدا مساء الخير لكل مشاهدين أرحم ذاك من هذا التقرير الآن شاهدنا ثناء كبير من طرف رواد تواصل اجتماعي للمدارب جمال الماضي بالإضافة إلى اللعبين لما قدمه يوم أمس رغم الظروف التي عاشها المنتخب المباراة التي لم تلعب في وقتها المحدد وتأخرت لساعة ونصف كاملة الدعم من دون شك ودعم مهم جدا لجمال بالماضي وللعبين هذا الدعم من دون شك رح يخليه يعمل في ظروف مريحة مريحة جدا لباقي الاستحقاقات يعني بداية من المباراتين القادمتين في شهر أكتوبر أمام البنين في الجزائر ثم في البنين في ظرف ثلاثة أيام من دون شك نتيجة مهمة لأن نزيف المنتخب تمكن من وضع حد للنتائج المخيبة يعني للهزائب المتتالية التي تكبدها المنتخب الجزائري في وقتين سابق هذا من ناحية المعنوية مهم جدا لأن الفريق عاد بنقطة ولو الأمر تحقق أمام منافس لابد أن نقول حقيقة ومنافس ليس من الحجم الكبير يعني منافس كان متواضعا جدا لم يظهر أنه فريق بإمكانه أن ينافس المنتخب الجزائري أو بقية المنتخبات في المجموعة الرابعة لورقة التأهل إلى كان 2019 ولكن نظن أن العودة بنقطة يبقى أمر مهم جدا ومفيد جدا من ناحية دهنية للعبين وأيضا مريح للمدرب جمال بالماضي حتى ينطلق ربما في عمله على أسس صحيحة وفي أجوائنا هادئة بطبيعة الحال يستذر أن تقول أنه ليس بالمتخب الكبير رغم أننا إنهزمنا في مباراة ودية هنا بملعب خمسة جولية أمام جزر الرأس الأخطر هذا الفريق الذي نقول عليه بالمتخب المغمور لو نلاحظ أيضا ربما بعض النتائج ليوم أمس منتخب الكاميروني يتعادل أمام جزر القمر حتى جمال بالماضي أشرف على المنتخب الوطني في ظرف قياسي وحضر هذا المنتخب بتلت حصة تدريبية أظن هل ترى بأن الوقت أيضا لم يكن كافيا لجمال بالماضي من أجل العودة بالفوز من غامبيا وهو الذي صرح وقال بأنه أتينا إلى غامبيا من أجل الفوز وإستاء لهذه النتيجة هو الآخر طبعا لنا طموحاته كان يريد تحقيق الفوز كان يريد انطلاقها ممتازة انطلاقها متالية من خلال تحقيق الفوز في غامبيا أنا لما تكلمت على المنتخب الغامبي وقلت هو منتخب متوضع هذا قياسي بالنظر للأداء الذي قدمه الفريق على أرضية الميدان تل 90 دقيقة لا يجب أن ننسى ولا يجب أن ننسى الجمهور الجزائري أن المنتخب الغامبي يفوز على أرضية الميدانه منذ 2013 منذ خمس سنوات وكان ذلك على حساب المنتخب طنزانيا لا أقلل أبدا من قيمة المنتخبات ولا أقلل أيضا من قيمة إنجاز المنتخب الجزائري أمس في بانجول ولكن حتى المنتخب الوطني يعيش في مرحلة صعبة ويريد هو الآخر الخروج من سلسلة نتائج السلبية أربع خصائر متتالية أمام السعودية إيران جزو الرأس الأخضار هذا ما قلته في البداية نقطة التعدل هي نقطة مهمة جدا من الناحية المعنوية والدينية ليس فقط للمدرب لأنه سيبدأ بنتيجة مقدمة وإيجابية ولكن أيضا للعبين لأنه الآن كانت فيه شكوك كبيرة يدخلهم الشك نفسيا لم يقدموا الأداء المعروفة عنهم يقدموهم عن الاندياتهم اليوم ربما هذا العامل تغلبوا ربما على وجهه النيزامات الأخيرة بفرض التعدل في قميا هذا شيء مهم جدا بالنسبة للمدرب قال أنا رايح نلعب من أجل الفوز وطبيعا يكون هذا الكلام من مدرب معروف أنه مدرب طموح مدرب يريد النجاح مدرب يحب العمل وهذا ما نتمنى له في المستقبل طبعا أنا قلت نتيجة تعدل مهمة لماذا؟ لأنه راح تخلي بالماضي على الأقل يعمل في جوء هادئ يعني ما تكونش عليه ضغوطات كبيرة لأن التصور لو قدر الله وكانت فيه نتيجة عكسية يعني كانت فيه خسرة من دون شك كانت الانتقادات ستطالوا وكانت يعني البداية غير ميتالية وهذا ليس محبدا لمدرب طموح يريد أن ينجح مع المنتخب الجزائري طبعا هو لديه كل الإمكانيات لديه الدعم ليس فقط من الجماهير وإنما أيضا من المسؤولي الاتحاد وعلى ما أعتقد أيضا حتى من الإعلام وهذا شيء مهم جدا لما تكون مدرب طموح لما تكون عندك العزيمة لما تكون عندك الحب في العمل وفي تحقيق الأفضل أعتقد أن المستقبل سيكون إلى جانبك بلا شك يستذر بكل صراحة هل انتلاقة المنتخب الوطني كانت يوم أمس من مدينة بانجول وبتحديد من ملعب الاستقلال أم تأجلت إلى إشعار لاحق إلى المباراة أو المباراة المقبلة بتحقيق نتيجة التعادل اليوم أنس بهدف مثله عمار خلينا نكونوا واقعيين من ناحية الأداء الفردي ولا الجماعي ليس هناك شيئا كثيرة قبل الدخول للحديث عن المباراة سنتحدث بتفصيل عن هذه المواجهة عن لعبين الذين تألقوا وعن الذين خيبوا ظن الجزائريين ربما في هذه المباراة لا أحبيد من ناحية الأداء ما شفناش أشياء كثيرة لكن المهم في مباراة مباراة أمس وبالنظر إلى معاشه المنتخب الجزائري في الأسابيع والأشهر الأخيرة أعتقد أن مكانهم هو تفادي الخسر يعني العودة بنتجة إجابية إما التعادل أو إما الفوز وهذا ما تحقق طبعا هذا هو الإنجاز الذي يحسب للمنتخب الجزائري والإنجاز الذي يحسب للمدرب بالماضي يجب أن ننسى أنه كانت في حالة استعجالية مباراة غامية تعتبر بمثابة حالة استعجالية للمنتخب الجزائري لأنه عرفين الظروف التي سبقت هذه المباراة راحي المدرب مجيء مدرب آخر فيه ضغط جماهيري كبير ضغط إعلامي أيضا فيه تقريبا كل المعطيات لم تكن في صالح المنتخب الجزائري نظن أن هذه النتيجة ممكن ستعيد الهدوء وأعتقد أنها ستعيد الهدوء إلى بيت المنتخب الجزائري لأن الهدوء والأجواء المناسبة والأجواء الملائمة هي التي تخلي المدرب يعني يقدر يفرض طريقة عمله وأسلوب عمله وبطبيعة الحال في النهاية ننتظر نتائج إيجابية يستاذ التزير ستتبع معي ومع مشاهدنا الكلام هذا التصريح لجمال بالماضي مدرب المتخب الوطني الذي أكد بأن الجماهير الجزائرية تدعمه كثيرا وهو يعني مستثنيا بعض الأطراف عندما قال بأنها تحاول زعزعة استقرار المنتخب نتابع الماضي يقول بأنه يشعر بالدعم الجماهيري لكن ربما على حد قوله فيه بعض من الأطراف تريد زعزعة المتخب الوطني يستزير ما قولك في ذلك الله أعتقد لما تحظى بدعم شعبي كامل أعتقد ما عندك ما تخاف يعني في صراحة هو يدرك هذا جيدا أنه لديه دعم الشعبي وهذا مهم جدا طبعا الحال هو تكلم على بعض الإعلاميين تنين أو تلاتة لست أدري من يقصد بالضبط ولكن حتى الإعلام إذا كان له رأي مخالف إذا كان فيه نقد بناء ونقد هادف أعتقد أن هذا مفيد أيضا لبالماضي ولمتخب الجزائر لماذا؟ لأن هذا الإعلام الذي ينتقدك اليوم بطريقة احترافية بطريقة مهنية وبناء أعتقد أن الأراء الأخرى الأراء المخالفة مفيدة لماذا في تصحيح الأوضاع في وضع اليد على النقائص وهذا شيء مهم جدا لا يجب أن نسير كلنا في طريق واحد ولكن إذا كانت فيه أخطاء يجب أن نقول أن فيه أخطاء إذا كانت فيه بعض المشاكل يجب أن نقول فيه بعض المشاكل ولكن نحن لسنا في هذا الحال يعني اليوم الكل على ما أعتقد بالماضي يحضر بدعم الجميع سواء بدعم شعبي جماهيري مسؤولين أيضا وحتى الإعلاميين أعتقد أنهم اليوم في صف المنتقب الجزائري وفي صف برماضي وهذا شيء مهم ومهم جدا مهم جدا يستذر سنعود للحديث لما حصل قبل المباراة المباراة التي كانت من المقرر أن تلعب بداية من الساعة الخمسة والنص تأخرت إلى السابعة بساعة ونص ستتابع معي هذه الصور عندما نزل الأنصار إلى أرضية الميدان ويريدون كلهم مشاهدة هذه المباراة ثم الكل علم بالمشكل الذي حصل الأنصار توفدوا ربما جلهم أو 100% لها الأنصار من أجل رياض محرز حتى مسؤول البرتوكول عمار تحدث عن هذا الشيء وقال بأن محرز هو الذي ربما تسبب في هذه لا نقول نهاء كارثة لأن لو شهدت معي يوم أمس الأنصار مسلمين وكلهم لم يحدثوا أي أعمال شغب في الميدان رغم أن المنتقب الوطني كان متفوقا في النتيجة بداية من الساعة الدقيقة السبعة والأربعين تعليقك يوسف تزير على ما حدث أحضرنا المعتقد إلى ما يسمى بظاهرة محرز مانيا في غنفيا المحرز كان سبب في هذا الحضور الكبير للجماهير على كل حالة هذه الجماهير جاءت لتشاهد محرز عن كتب عن قرب وبقية لعبي المنتقب الجزائري جاءت لتستمتع ربما بفنيات هذا اللعب الذي صنع عن حدث في إنجليترا وانضم إلى مانشيستر سيتي بمبلغ خائري طبعا هذه الجماهير لا يجب أن تلام ربما الذي يلام في الحقيقة لمهرهم المنظمين الذين سمحوا لهم ربما بالدخول إلى الملعب ولكن مهما كانت هذه الصور وهي في الحقيقة مرفوضة لأن التدافع كان يمكن أن يتسبب ربما في أمور أخرى في حالات لا قدر الله ممكن تتجاوز الجروح أو الإصابات البسيطة ولكن هذه الجماهير أظهرت روح ريادية عالية تصور أن عمار أنت قلت باللي ما قمت حتى بالتصرف ليس فقط تصرف غير ريادي أنها لم تقم حتى بإلقاء قرورة ما في الملعب وهي كانت على بعد مترين أو ثلاثة عن الملعب شوف الصورة الجميلة أو الرسالة الجميلة التي قدمتها جماهير غاميا ليس فقط للشعب الجزائري والجزائري إنما لكل القرار الإفريقية ولكل من شاهد المباراة هذا الشعب شعب مسالم لم يقوم بتصرفات عدائية فقط أراد أن يشاهد مباراة في كورة الخدم أو أراد أن يشاهد لاعبين ربما يعرفهم من خلال التلفزيون لهذا كان من فروض بكل صراحة يوسف لو حدث مثل هذا الأمر في ملعب من الملعب الجزائرية ماذا تتصور أن يكون؟ والله صعب جدا إجابتي من خدر لأنني لا يمكن تصور فقط تصور هل يعني اليوم الأنصار الغنبيين أعطوا ربما درس ليس فقط للأنصار الجزائريين هل معظم لأنصار المنتخبات الأخرى؟ صحيح أن هذا الأمر غير قانوني ومرفوض كما قلت؟ لا يجب أن يقول رئيس الاتحاد الجزائري من حقه أن يطلب توفير الأمن والحماية للوفد واللعبين ولكن ليس من حقه أن يرفض اللعب لأنه لو رفض اللعب كانت فيه تكون تدعيات أخرى قاسية للمنتخب الجزائري أنا نقول الجماهير القنبي أعطت درس بالدرجة الأولى للجزائريين لأننا كنا نحن معنيين بالمباراة نتمنى فقط من الجماهير الجزائرية وخلينا نكون صراحة أن نتطعد مما شاهدناه بالأبس صراحة هذه الجماهير قدمت لنا صورة جميلة جدا حتى ربما الظروف الاقتصادية في هذا البلد وأشياء أخرى وربما نقص المرافق ولكن قدمت صورة عن حبها لكورة القدم عن الضيافة عن يعني 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 قدموا يعني يعني قالوا إحنا بعاد عن العنف عن مظاهر العنف بالرغم من أننا كنا قراب من المنعب وانت تفضلت وقلت للمنتخب الجزائري كان هو السباق إلى تزير لو المخرج يعودنا هذه اللقطة رياض محرز هنا استسمحك يوسف تازير تشبه أنه لما تخل الأرضية الميدان هنا أحد المسؤولين يعني أمروا بالعودة إلى غرف الملابس لأنه الجمهور كله يعني واقف والكل يتحي في رياض محرز هنا يعني يعني عرفنا خلل نعم اللي كان يعني في الأرضية الميدان الأنصار يعني نزلوا وكانوا بكثرة في هذا الملعب من أجل هذا اللعب وفقط طبعا أنت تعرف ربما الجماهير في غنبيا وفي البلد آخر يعني من أنجلوسكسونية يعني البلدان الأفريقية أنجلوسكسونية تتبع بقوة يعني هذا يعني شعبية محرز في هذا البلد كانت كبيرة وكبيرة جدا طبعا يعني شيء أنا بالنسبة لي صراحة شيء عادي صحيح أنا نقول شيء عادي لأنني كنت بعيد عن جوال مباراة ولكن هذه الأمور يعني مفهومة يعني مثلا تصورنا ميسي جيل جزيرة ورنادي جيل جزيرة ممكن كنا نشاهد نفس نفس الصور يعني ومشي على حافة الملعبة ممكن كنا نشوف إقبال جماهير يتدافع كبير للجماهير لرؤية هذا اللعب هذه الأشياء يعني صراحة أنا بالنسبة لي خاصة في إفريقيا في إفريقيا هذه الأجوال منطقية وعادية جدا وكان يجب على مسؤولي المنتقب الجزاري واللعبين التعود على هذه الأجوال لأن لما نقوم اليوم في قاميا سيسيبها غدا في طوغو في البينين في الكامرون في حال تأهل المنتقب بإذن الله في شهر جوان يعني يوم وعد النهائيات بإذن الله نظن هنا هذه الأمور عادية جدا يعني عادية قياسا بحب الجماهير القنبية لكورة القدر لكن شيء غير عادي يوسف تزير بأن المباراة تتأخل لساعة ونصف فأنت تعلم والجماهير الجزائرية ربما تعلم كلها بأن المباراة يجب أن لا تتجاوز مدة يعني مدة قانونية قانونية 45 دقيقة هكذا ماذا حدث يعني بالضبط الآن تشوف بأنه محافظ اللقاء يتصل يقول بأنه سأتصل بالاتحاد الافريقي لكورة القدم ويعني سيريد يعني معرفة رد المسؤولين هناك هل ستلعب المباراة أم لا بعد تجاوز المدة القانونية رئيس الاتحاد يقول بأنه لن نلعب في هذه الظروف ثم هناك أمر من طرف الكاف بوجوب لعب هذه المباراة ولا يجب على الاتحاد الجزائري أن يرفض مثل هذا الشيء ورئيس الاتحاد يقول بأنه لما نعود إلى جزائر سنرفع ملف للاتحاد الافريقي ماذا حصل بالضبط وأين يعني القوانين الآن في افريقيا نشوف بأنه لا تطبق وليس معمول بها إطلاقا نعم الاتحاد الجزائري من حقه أنا قلت من حقه أن يطالب بتوفير ظروف الأمنية المناسبة واللازمة للوفد يعني بكمله خصوصا للعبين ولكن من يقدر درجة الخطر الذي يقدر درجة الخطر هو المسؤول الأول هو مراقب المباراة أو مراقب المباراة طبعا مع حكم المباراة مراقب المباراة ربما بعد استداد ضغط عليه من قبل ربما الوفد الجزائري ورئيس الاتحاد الجزائري طلب يعني رأي هو الرأي النهائي لمسؤولي الاتحاد الأفريقي الذين ربما قرروا أو قدروا أن الظروف في ملعب الاستقلال يعني تسمح بإجراء المباراة قياسا بربما شروط معينة أو معطيات طلقوها من قبل مراقب المباراة لذا قرروا إجراء هذه المواجهة والحمد لله أن المباراة جرت ربما ارتاح للأنصار طبعا خلينا عندك المباراة يوسف تزيل ومتحتوا عليها أعطيني رأيك في هذه المواجهة من ناحية أداء اللعبين وأيضا ربما اللعبين الذين لم يقدموا ما عليهم فقار ذي الميدان ولن لابد نشير إلى نلقو يعني ندير قراءة سريعة لتشكيل الأساسية كانوا فيه بعض اللعبين الجدد يعني فارسي ليعب للمرة التانية مباراة رسمية في بشواره طبعا كان فيه مهدي طهرات المرة الأولى الذي يلعب للمتخب الجزائري وكان فيه أيضا بغداد بن جاح لم أعتقد أول مباراة رسمية له كأساسية لم أعتقد إذن أخطئ يعني قياسا بأداء والظروف والمعطيات التي سبقت المباراة وربما حطة أرضية الميدان فيه أداء غير متوازن يعني للكثير من اللاعبين بالنسبة لخطة الدفاع كان مهزوزا بعض الشيء في بعض الحالات لما كان المنتخب القنبي يرفع رتم المباراة ويلعب بسرعة وكان ما عندهش مدال مهاجمين يعني كتير كان واحد أو لا كان يشكلنا خطر كبير يعني لما ينطلقوا بسرعة لما يرفعوا يلعبوا بسرعة كبيرة يتقدموا للأمام كانت فيه بعض الخطوة كانت فيه بعض المشاكل الدفاعية أنا نسته بصدد تقديم دروس من ناحية تقنية لأنني لستم اختصر ولكن هذا مجرد رأي يعني كانت فيه نقص في التركيز في بعض الحالات وبسببها بسبب نقص هذا التركيز المنتخب القنبي عدل النتيجة مباشرة بعد تسجيل أو افتتاح بنجح لمجال التسجيل كانت فيه نقص في التركيز وربما كانت فيه خلل أيضا في وسط الميدان وكانت فيه نقص في التنشيط الهجومي صراحة بالأمس شفنا مباراة يعني متوسطة جدا يعني نسق المباراة كان ضعيف وضعيف جدا يعني ما ما كانش فيه يعني ما كانش فيه ريتم عالي هل الظروف لسبقة المباراة طبعا من ناحية الدينية اللعبين تأثروا أنه فيه مشكلة تخص اللعبين لأن اللعبين مباراة قابيا كانت مباراة اللعبين بالدرجة الأولى لأنها بالماضي أشرف على المنتخب في أربع حصة تدريبية ثلاثة في الجزائر والأخيرة كانت فيه بنجول يعني نظن كان ثلاثة ولكن كانت فيه بعض الروح المنتخب استعادة بعض الروح هذه السؤال كنت رح أن ترحولك يوسف ما هي الأمور يعني الإيجابية التي استخلصتها من هذه المباراة النتيجة بالدرجة الأولى والروح التي عادت أو والتضامن الروح المجموعة الروح المجموعة التي عادت ليس بالدرجة التي نريدها ولكن كان فيه بعض الروح كان فيه تضمن بين اللاعبين كان فيه رغبة في تحقيق الفوز وهذه الأشياء مهمة جدا واليوم هل فيه يعني ورشة يعني بالنسبة لناخب الوطني وهل سيقوم بتغيير مجموعة من الأمور في المستقبل القريب يوسف والله أنا لا أعرف بماذا يفكر فيه بالماضي ولكن أعتقد أنه من دون شكله سيراجع بعض الحسابات على ما أعتقد يعني بخصوص ربما اختيار اللاعبين بالنسبة لاختيارات علينا أن نحترمها لأنه يعرف ماذا يريد من عمارة ومن يوسف ومن أي إنسان آخر لما يستدعيه للمتاخب الجزائرين بلا شك ولكن نظن أنه مباراة قام بيا ويستدعيني رح لبي الدعوة يوسف ويلعب جيدا عمارة شكرا لك يوسف شكرا جزيلا لك على تربيتك دعوة ولك كل هذه الإضاحات نشكرك جزيلا شكرا يوسف نحفو بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله ولي الجميع ولك أيضا زميدنا مجدد شكرا لك ولي جمعنا كريم شكرا لك أمار والضيف على كل هذه التحليل الرياضية إن شاء الله محربي الصحراء عودوا جديد الرياضية نتيجة الحمد لله كانت مرضية في الملاعب لما تلعب الفريق الوطني شكرا لكم جزيلا شكرا مرآن مشاهدينا